أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الحقيقة أنا بقف قدام الآية دي كأني واقف أصاد برج ضخم يعني مبنى ضخم جدا الواحد مش قادر يشوف نهايته يعني برج ضخم الواحد مش شايف أخرب كنت زمان بشتغل في مجال التسويق وكنت بدرب بيعين سمعين بقى فكنت يعني بقى ما اتخرجت من الهندسة أنا درست تسويق واشتغلت في التسويق بتاع الحاجات الاي تي يعني وكده فكنت دايما لما جيب مجموعة جديدة كده دربها أسألهم بيعين بقى إيه أكبر صفقة تمت في التاريخ؟ إيه اللي يقول لي صفقة بيع دهب تمت في أمريكا؟ واللي يعود يقلف ويقول لي صفقة بيع بترول مش عارف كم مليون برميل بترول بين السعودية والصين أكبر صفقة تمت في التاريخ في سورة التوبة إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ المشتري هو الله البائعين هم المؤمنين السلعة المبيعة هي الأنفس والأموال التمن المدفوع الجنة طب ليه دي أكبر صفقة؟ المؤمنين باعوا إيه ربنا؟ الأنفس والأموال يعني المؤمن باع أهم حاجتين يملكهم نفسه يعني حياته حياته وماله والتمن العظيم اللي أخده الجنة هل يوجد أغلى من الجنة؟ لا فهو أيضا اشترى من ربنا أخد من ربنا تمن له أغلى حاجة موجودة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ده حديث شريف صحيح دفع النفس والمال وخد بهم الجنة ربنا دفع الجنة واشترى بهم نفس المؤمن وماله الجنة شيء عظيم جدا لكنها غيب وكمان ثمن آجل يعني مش مدفوع مش سلم وستلم لا المؤمن بيسلم الأول النفس والمال الجنة ثمن آجل هيدفع بعدين وغيب محدش راحة ورجع حكالنا يعني كل اللي ماتوا وإن شاء الله نحتسبهم إن شاء الله يدخلوا الجنة محدش يمدخل الجنة ورجع علينا فهي غيب بالنسبة لنا مؤمنين بيها لأن إحنا مؤمنين إنا مؤمنين لأننا مسلمين لأننا مؤمنين بالقرآن الكريم ثمن آجل لأن الإنسان زي ما قلنا بيسلم نفسه وماله في القتال في سبيل الله في الجهاد والله بيستلمهم منه تسليم ثوري بس تدفع آجل يوم القيامة بعد البعث والحساب هيستلم الثمن بقى ودخل الجنة طيب إزاي ربنا أقنع المؤمنين ببصلها من ناحية البيعة تمت إزاي أقنع المؤمنين يبيعوا أغلى حاجتين يملكوهم بتمن غيبي وآجل تمن كبير آه لكنه غيبي وآجل ما هم مش شايفين التمن وكمان مش فوري مش سلم وسلم أولا لما ربنا أرسل أرسل رسل محترمين يعني ما أرسلش أبو جاهل مثلا أرسل شخص قومه بيسموه الصادق الأمين ولما أرسل معاه أرسل معاه وحي من السماء كل وحدة نصية اسمها آية آية معجزة تدل على الله فأدوات التسويق هي بتاعتنا اللي إحنا بندرسها دي موجودة كلها في البيعة دي ودي صفقة عظيمة جدا ليه بقى؟ لأن أي صفقة دي أعظم صفقة ليه بسميني أعظم صفقة؟ أي صفقة الطرف اللي بيربح ربح كبير فيها بيبقى على حساب خسارة الطرف التاني يعني لو أنا بعت مثلا سيارتي لأخونا شعبان بسعر كبير فأنا كسبان قوي في البيعة دي هيبقى على حسابه هو لأنه هو معناه أن هو اشتراها أغلى من السوق ونفس الكلام لو أنا بعته له بسعر رخيص جدا فهو كسبان قوي عشان أنا خسرت قليل ما يكون الصفقة وين وين سيتيواشن يعني الكل رابح فيها أو الجميع الأطراف كسبانين دي وين وين سيتيواشن دي صفقة أعظم صفقة شو تفتح ليه بقى؟ المؤمنين صحيح إنهم باعوا أغلى حاجتين عندهم وبتمن غيبي وآجل لكن في نفس الوقت اللي هيدفع ووعد بالدفع هو الله سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله دي أول حاجة فهو الده التمن مضمون الحاجة التانية هم أصلا بتوع ربنا يعني أصلا في الأصل هم النفس والمال ملك ربنا كده كده ربنا هيستردهم وممكن ما يدفعش حاجة وساطه يعني الكافر في الآخر حياته بيسلم نفسه ماله وبيخدش بهم الجنة ففي النهاية ورده هم باعوا أغلى حاجتين أصحيح عندهم بس هم أصلا باعوا حاجتين كده كده كانوا راجعين لربنا واخدوا بيهم حاجة مضمونة لأن ربنا اللي ايه اللي وعد بالدفع إذن يعني أنا أنا ببصّلها الآية دي عظيم أمر فيك طيب إيه مشكلة التمن الآجل إن ممكن اللي وعد بدفعه ما يدفعوش ممكن بسبب فقر أو إعصار يعني يعني يتم التعسر فما يقدرش يدفع اللي هو وعد الدفع ده اللي هو المشتري أو الكذب يكون المشتري كذاب فوعد ولا يوفي بوعده أو البخل بعد ما اخد الحاجة يبخل إنه يدفع تمنها فتجد الآية بتقولك بصيغة الاستفهام وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله دي صيغة الاستفهام دي عشان أنت ترد وتقول لا أحد لا أحد أوفى بعهده من الله غير لإن إحنا مؤمنين فنعلم إن لا أحد أوفى بعهده من الله بالعقل كده الله هو الغني فلا يمكن ما يدفعش بسبب فقر أو إعصار إعصار بالسين مش إعصار بالصاد إعصار من العسر يعني نقص الكاش بسمه الإعصار إنه هتكون مزنوق في الفلوسية فربنا غني فلا يمكن ما يدفعش بسبب فقر أو إعصار وربنا صدق فلا يمكن ما يدفعش بسبب خيانة أو كذب وربنا هو الجواد الكريم فلا يمكن ما يدفعش بسبب أخذ فكل موانع الموانع اللي ممكن تحدث فتمنع المشتري من الدفع مش موجودة في الحالة بتاعتنا خلاص ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم موسيقى موسيقى